ما الذي يتم رصده من عندك؟ هل هناك أي شيء ربما يعتبر ملفتاً كتطور بالأحداث؟ في الحقيقة وأثناء انتظارنا لبدأ هذه الرسالة بدأنا نسمع صوت رشقات الرصاص هذه المرة هذه الرشقات يمكن القول أنها بدأت بوقت مبكر نوعاً ما خاصة أنه كما تعلمين التهديدات أو التحذيرات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تبدأ تقريباً بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة مساء ولكن ربما هذه الرشقات التي نسمعها الآن في أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية وأيضاً من ناحية الشويفات هي للتحذير وللطلب من كل المواطنين بغض النظر سواء كان هناك تحذير أم لم يكن لمغادرة منازلهم ربما قبل صدور أي تهديد ليتمكنوا من الخروج من منازلهم إذا ما كانوا مازالوا في منازلهم والخروج من المنطقة برمتها قبل هبوط الظلام كما تعلمين بعد مغيب الشمس بوقت قليل سيهبط الظلام وبالتالي ربما سيكون صعوبة أمامهم أن يخرجوا من منازلهم صحيح أن هذا الموضوع لا أدري إذا كنت تسمعين معي صوت الرصاص الرشقات التي تأتي من ناحية الشويفات على يميني حيث أقف كنت أشيري لأن هذه الرشقات صحيح كنا نسمعها دائماً منذ حوالي الأسبوع تقريباً أو تحديداً بدأنا نسمع بهذه الرشقات التحذيرية إذا جازت تسميتها عندما بدأ قصف المباني التابعة لفروع القرد الحسن لتصبح عادة يومية كنا نرصدها كل ليلة أثناء تغطيتنا للتطورات الميدانية في الضحية إلى هذا الرصاص الذي يبدو أنه مستمر حتى هذه اللحظات في أكثر من نقطة تحديداً في الشويفات سنشير إلى أعمدة الدخان التي ما زالت تتصاعد بنتيجة الغارات العنيفة جداً التي استهدفت الضحية الجنوبية ليلة أمس تحديداً الحدث يعني منطقة الحدث يمكن القول لثلاثة أيام متتالية كانت تستهدف بشكل عنيف وغارات متتالية وهي أصلاً تصدر في التحذيرات من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ولكن الحدث وحارة حريك يمكن القول أنهما من المنطقتين التي تتعرضان لغارات إسرائيلية يومية وتريدان في التحذيرات التي يطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لا نعلم كيف ستكون هذه الليلة ستكون عنيفة أم لا ولكن ربما أو يبدو أننا أمام ليلة عنيفة سأشير إلى مكان تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيما خاص موضوع الأنفاق تحت مستشفى الساحل كما تعلمين هو اليوم قال أنه سيتم كشف معلومات مهمة ليعود بعدها ويتوجه إلى كل الصحفيين الذين شاركوا في الجولة التي نظمها حزب الله المرة الفائتة أو نظمتها إدارة المستشفى وتوجه إليهم وقال أن مخابرات أو استخبارات الجانب الإسرائيلي دقيقة جداً وبالتالي أشار إلى أن هناك سرديب وتحدث عن غرفة الدرج عبر الطابق الأول ودعاهم إذا أرادوا التدقيق في هذه المعلومات أن يتوجهوا إلى مستشفى الساحل ما لا نعرف إذا سيكون هناك جولة جديدة من تنظمها الإدارة للصحفيين في مستشفى الساحل ولكن يبدو أن مستشفى الساحل تأخذ وقت دقيق أو مهم من قبل الجانب الإسرائيلي وهو يتحدث عنها في معظم الأوقات على أي حال نحن بقنا معك رشا ومع المشاهدين بطبيعة الحال لنقل أي تطور جديد من هنا من مشارف الضحية الجنوبية لبيروت بالطبع سنتابع وإياك ريمي كل جديد كنت معنا من مشارف الضحية الجنوبية مفدت الحدث ريمي درباس